بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم إن كل شيء خلقناه بقدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن ترجعوا سالمين إلى سالمين ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين كل ما يجري في هذا العالم إنما هو بقضاء من الله سبحانه وتعالى وقدر والآيات القرآنية الكريمة أيضا تدل على هذا الأمر فضلا عن الروايات الكثيرة الواردة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين وعلى رغم أن المعنى الوارد في القرآن الكريم واضح ولكن كثير من الأحيان المفهوم مختلط في أذهان الكثيرين نحن كل شيء إذا عرفنا سببه فنعزوه إلى سببه يعني واحد في سيارة ما راع القوانين المرور فصار حادث وأصيب في هذا الحادث عندما نسأل لماذا هذا أصيب في هذا الحادث نقول لأنه ما راع القانون الفلاني والحالة الفلانية وكذا 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 لماذا؟ لأننا عرفنا السبب فلذلك نعزو النتيجة وننسب النتيجة إلى ذلك السبب ولكن في كثير من الأحيان لا نعرف الأسباب ولعدم معرفتنا للأسباب بدال ما نفكر ونحقق ونتأمل عن السبب حتى نرى أن هذا السبب هو الذي أدى إلى هذه النتيجة بدال ذلك نريح أنفسنا نقول قضاء من الله وقدر هو صحيح قضاء من الله وقدر إذا واحد لم يرى عقوانين المرور صار لحادث هذا هم قضاء من الله وقدر لكن ما أحد يقول قضاء من الله وقدر يقول السبب كذا الآن نحن المسلمين نعيش في أزمات لماذا هذه الأزمات موجودة نقول قضاء من الله وقدر الله عز وجل قدر أن يتسلط علينا الظالمون من الشرق والغرب وهذه النتيجة ليش لأننا لا نحاول أن نكتشف الأسباب حتى نصل إلى النتائج ومفهوم القضاء والقدر لدينا مختلط ليس مفهوم واضح كثير نتصور أن هناك أسباب غيبية هذه الأسباب الغيبية هي اللي أدت إلى هذه النتائج صحيح أكو أسباب غيبية بل كل شيء بقضاء من الله وقدره ولكن شنو هو معنى القضاء والقدر هذا إذا يتضح كثير من مشاكلنا هم تنحل القدر يعني الحجم نفس المعنى اللي نستعمل في كلامنا اليومي نقول هذا المقدار هذا المقدار وهذا القدر هذا الحجم يعني مثلاً جسم الإنسان له قدر معين من قابلية الحياة هذا الجسم بمرور الزمان يستهلك ومن نعمره ننكسه في الخلق هذا الجسم باستمرار يستهلك ويستهلك 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 إلى أن الإنسان يموت في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله أكثر أعمار أمتي بين ستين والسبعين إذا واحد شوية تعدى ثمانين شوية تعدى أكثر تسعين أكثر من مية بعد قليل جداً ونادر لماذا؟ لأن حاجم جسم الإنسان وقابلية بهذا المقدار هذا القدر إذا نفرض مثلاً كمثال طائرة هذه الطائرة فيها وقود بانزين بمقدار 500 كيلومتر طيران إذا هذه الطائرة أقلعت طارت ثم عندما وصل إلى 500 كيلومتر خلاص البانزين النتيجة شنو هو؟ سقوط الطائرة لماذا سقطت الطائرة؟ لأن القدر الذي كان موجود من البانزين والوقود في هذه الطائرة بهذا المقدار فعندما سقطت الطائرة وما تركابها هو قضاء من الله هو قدر صحيح لكن موفد أمر غيبي القضاء والقدر الحجم القدر يعني الحجم حجم كل شيء قدره وأما القضاء القضاء في اللغة بمعنى الحكم لذا نسمي القاضي قاضي لأنه يحكم الله عز وجل في القرآن يقول فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني شنو قضاهن يعني حكم حكماً تكوينياً بأن تكون هذه السماوات سبعة في يومين أو وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً وقضى ربك يعني شنو يعني حكم حكماً تشريعياً لا تعبدوا إلا إياه الحكم سواء كان حكم تكويني يعني القوانين الطبيعية هذه أحكام تكوينية من الله سبحانه وتعالى أو أحكام تشريعية هذا قضاء القضاء يعني حكم الله القدر يعني حجم كل شيء في يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان جالساً تحت جدار هذا الجدار كان في ميلان وأراد أن ينقض يريد يسقط هذا الجدار فأمير المؤمنين قام من تحت هذا الجدار وذهب إلى مكان آخر قالوا له أتفر من قضاء الله يا أمير المؤمنين شنو كان الجواب أفر من قضاء الله إلى قدره يعني شنو يعني الجسم اللي أنا عندي هذا الجسم له قابلية للبقاء لفترة لكن إذا جلست تحت هذا الجدار وهذا الجدار سقط علي هذه القابلية تنتهي فأني أخرج من تحت هذا الجدار إلى قدر الله يعني إلى الحجم الذي أعطاه لجسمي للبقاء في هذه الأرض وقضاء الله شنو كان أن الحكم التكويني الجاذبية إذا جدار أعوج هذا الجدار أسسه ضعيفة يسقط وإذا سقط هذا حكم تكويني أفر من قضاء الله يعني الحكم التكويني الذي جعله الله سبحانه وتعالى بالجاذبية بأن يسقط هذا الجدار إلى قدري إلى القدر يعني إلى الحجم الذي الله عز وجل معطيه لجسم الإنسان أنه يعيش إذا واحد سقط عليه الجدار يموت زيان لأنه هذا القانون التكويني أما إذا خرج من تحت هذا الجدار لا يموت لماذا؟ لأن الجسم إلى قابلية للبقاء أكثر قضاء الله يعني حكم التكويني القدر الحجم إذا إحنا نقول الهزيمة قدر هذه الأمة الآن مئة عام الأعداء متكالبون على المسلمين ويقتلون المسلمين في كل مكان صح لولا خلال الستين سنة الماضية من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا تقريبا جميع الحروب التي صارت في العالم تقريبا هذه حروب إما الطرفان من المسلمين أو الطرف المهزوم من المسلمين والمقتول من المسلمين إحنا هالفترة يعني هالعشرين سنة الماضية شفنا الحرب الإيرانية العراقية كل الطرفين من المسلمين حرب البوسنة الطرف المهزوم من المسلمين المقتول فلسطين الطرف المهزوم المقتول من المسلمين اليمن الآن الطرفان من المسلمين وهكذا يعني شنو الهزيمة قدر الأمة يعني الله سبحانه وتعالى قدر لنا من الأزل أنه نكون مهزومين لا الله سبحانه وتعالى جعل قوانين إذا أنت ضعيف القوي يتغلب عليك هذا شي طبيعي كل ضعيف حجمه وقدره أن يهزم أمام القوي والله عز وجل في القرآن يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فهذا القدر مستمر مفد أمر غيبي فقط كل الأمور مربوطة بالله سبحانه وتعالى لا شك كلها أحكام الله سبحانه وتعالى بس إحنا مختارين أيضا لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين تتمكن أنت تستفيد من أحكام الله سبحانه وتعالى تستفيد من حجمك وتقدر ما تستفيد من حجمك ولا تستفيد من أحكام الله سبحانه وتعالى فالقضاء والقدر بنفس المعنى اللغوي معنى واضح لكن إحنا كثير من الأحيان أو كثير من عندنا ما يريد يفكر في الأسباب أو يريد يتحرب من المسؤوليات يريد يتحرب من المسؤولية نلقي بالآمر على قضاء الله وقدره وطبعا كل شيء بقضاء الله وقدره لكن هذا ما ينافي اختيار الإنسان وإلا الله سبحانه وتعالى في الآية الشريفة قضى أجلا وأجل مسمى عنده هناك أجلان حسب الروايات في تفسير هذه الآية أجل محتوم هذا القسم الأول القسم الثاني الأجل المعلق يعني شنو الأجل المعلق يعني علق على شرط إن تحقق الشرط يتحقق وإن لم يتحقق الشرط لا يتحقق نحن في الأحاديث عندنا أن الله سبحانه وتعالى عند لوح يسمى بلوح المحو والإثبات يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت هناك لوح مكتوب فيه التقديرات المعلقة على الشروط إن تحقق الشرط يتحقق إذا ما تحقق الشرط ما يتحقق قدر لزيد أن يعيش 30 سنة هذا في لوح المحو والإثبات لكن هذا معلق إذا وصل رحمه إذا تصدق الله عز وجل يأجل إذا دعا إن الصدقة لتدفع البلاء وقد أبرم إبراما في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر به يهودي وهذا اليهودي خاطب الرسول قال السام عليك السام يعني الموت فرسول الله صلى الله عليه وآله قال عليك الأصحاب قالوا إنه قال السام عليك يعني ما قال السلام عليك قال السام عليك الرسول صلى الله عليه وآله قال أنا قلت عليك ما قلت عليك السلام قلت عليك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن حية ستلدق هذا اليهودي كان هو رايح يحتطب فالرسول صلى الله عليه وآله بيّن أن هذا سيموت خلال هذا اليوم في المساء اليهودي رجع ومعه الحطب اللي محتطبه مخليه على ظهره فالأصحاب تعجبهم يا رسول الله أنت قلت أن هذا ستلدقه حية ويموت فالرسول قال نادو قال ضع حطبك شال الحطب خلاه على الأرض وإذا حية تخرج من بين هذا الحطب تبين فتبين أنه إيه أكو شيء فرسول الله صلى الله عليه وآله سأله قال لماذا فعلت أنت هذا اليوم قال أنا كل يوم أروح أحتطب ومعي قرصان من الخبز أتقوت بيهم أتغدى بيهم بالطريق شفت فقير فاحترق قلبي عليه دفعت لأحدى هذين القرصين الرسول صلى الله عليه وآله قال أن هذه الصدقة دفعت عن هذا البلاء كان مقدر أنه تلدغه هذه الحية وأنا أخبرتكم بالتقدير الإلهي لكن هذا كان أجل معلق يعني معلق على عدم دفع الصدقة فإذا دفع الصدقة الأجل ينسأ يعني يؤخر وكذلك في قصة أيضا حديث آخر أن عيسى عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام رأى قوم يمرون عندهم زفة عرص فعيسى عليه الصلاة والسلام قال الآن ذول في فرح بالليل في نياحة لماذا يا نبي الله قال أن هذه العروس ستموت هذه الليلة يلدغ أيضا تلدغها حية قضية مشابهة بالليل ما مات في العروس ولا حية فالحواريون قالوا لعيسى أنت قلت كذا وأنت صادق نبي الله شنو صار قال نروح إلى بيتهم ونسأل فدخلوا إلى بيتهم فالعروس كانت جالسة على بساط فقامت من على هذا البساط حتى تروح لأن رجال مثلا جايين وإذا تحت هذا البساط أيضا توجد حية فعيسى سأل ماذا فعلت أيضا تبين أنه في ليلة عرسها هذه تصدقت بثوب الزفاف تصدقت بثوب الزفاف يعني فتفقيرة أو كذا جاءت تصدقت بهذا الثوب بهذه الصدقة الأجل المعلق عنها دفع صلاة الرحم الإنسان يصل الرحم الله عز وجل يزيد في عمر 30 سنة يقطع الرحم ينقص من عمره 30 سنة يعني هذا الأجل المعلق على كل حال المقصود أنه الأمور صحيح كلها بقضاء الله وقدره لكن أكو لوح اسمه لوح المحو والإثبات الأجال المعلقة الأمور المعلقة على شروط أكو في حديث هذا في تفسير البرهان موجود هذا الحديث أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الأصبغ بن نباتة يقول بعد أن ضربه اللعين ابن ملجم فعاد الإمام فالإمام قال له سيكون شدة إلى السبعين إلى سنة السبعين من الحجرة فيقول الأصبغ بن نباتة سألته وبعد السبعين قال وبعد السبعين رخاء ويمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فهذه الرواية أبو حمز الثمالي رضوان الله تعالى عليه يسأل الإمام الباقر يقول اتعدت السبعين ولم نرى رخاء الإمام قال له ألم تسمع أن أمير المؤمنين قال ويمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون الرخاء في سنة السبعين لكن هذا كان مشروط بشار فلما الأمة خذلت الحسين عليه الصلاة والسلام وقتل الحسين اشتد غضب الله على الأمة فأجل أجل الرخاء إلى سنة مية وأربعين وأنتم في حديث ثالث أنتم فتشارت من الشروط ما عملوا به أذاعوا هذا السر كان المفروض أن يكتمون هذا السر أيضا هذا كان في لوح المحو والإثبات أنه في سنة مية وأربعين يكون الرخاء يعني تكون دولة آل محمد صلى الله عليه وآله لكن أيضا ما عملتم بالشروط فالله سبحانه وتعالى أجل بدون توقيت فهيسة إذا أحنا كنا بالمستوى اللائق الله عز وجل يعجل في فرج مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ما كنا بالمستوى اللائق الله سبحانه وتعالى أيضا يؤجل القضية مربوطة بينه في الآية الشريفة الله عز وجل في القرآن يقول أهل النار يقولون غلبت علينا شقوتنا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول بأعمالهم شقوا يعني شقاءهم ما كان فتش تقدير حتمي لأن الله ليس بظلام للعبيد يجبر الإنسان يجعله شقيا ثم يلقيه في نار جهنم لا الله عز وجل إنما قدر لهم الشقاء لأنهم أساءوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءة أن كذبوا بآيات الله والذي يكذب بآيات الله يعني شقي ويدخل في نار جهنم خالدا فيها عموما القضية ترتبط بنا وبأعمالنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذا نعمة موجودة والإنسان يشكر هذه النعمة الله عز وجل يديم هذه النعمة عليه وإذا لم يشكر هذه النعمة وشكر النعمة بأداء حقها بحق تلك النعمة والاستمرار على النهج القوي إذا لم يؤدي شكر هذه النعمة فالله سبحانه وتعالى يسلب هذه النعمة من الإنسان وكذلك إذا الإنسان كان في نقمة في بلاء إذا ما غير في نفسه هذه النقمة والبلاء تستمر وإذا غير ما في نفسه الله عز وجل أيضا ينظر إليه بعين رحيمة لأن الله سبحانه وتعالى هو كريم رحيم أصلا لأجل الرحمة خلقنا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله ما كان يحتاج إلنا وإنما خلقنا ليرحمنا أصلا وطريق الرحمة هو العبادة وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون فإذا عبدت يكون إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم العلة الأصلية هي الرحمة والطريق هذه الرحمة العبادة الله عز وجل خلقنا ليرحمنا لا لحاجة منه إلينا نحن الفقراء إلى الله وهو الغني عنا ولكن لازم واحد يكون محل قابل لهذه الرحمة وإلا إذا ما كان محل قابل للرحمة الرحمة خلاف الحكمة تكون والله حكيم يعني أفرضوا مثلا إذا إنسان كريم جاءه فقير يستعطيه هذا الكريم يعلم بأن هذا الفقير راح يجي بهذا المال الذي أعطي الله راح يشتري سكين ويقتل به إنسانا هل من الكرم أن يعطيه هذا المال لا هذا مو من الكرم بل هذا أصلا خلاف الحكمة ويلام إذا الإنسان فعل هذا الفعل مو لأجل أن هذا مو كريم كريم بس ذاك ما إلى قابلية ما إلى استحقاق الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا بس لازم نكون مستحقين للرحمة وإنما نستحق هذه الرحمة باتباع القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أما إذا ما اتبعناهم ثم نتوقع من الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا هذا توقع في غير محله أحد العلماء الوالد رحمة الله عليه كان ينقل يقول هذا كان من أساتذة المرحم الوالد في كربلاء يقول كان يمثل مثال شوي المثال ثقيل لكن هو واقع وحقيقي كان يقول أن الله سبحانه وتعالى إذا بعضنا إحنا أدخلنا الجنة وجعلنا في جوار الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام والأنبياء إذا بعضنا اللي أعمالهم شوي بها زيادة ونقيصة يقول هذا مثل مثل أنه واحد من عدنا يسوي لمأدب الطعام ويدعو في هذه المأدبة الوجهاء ثم يجيب فتح حمار أجلكم الله على السفرة هذا من الحكمة شوي المثال ذقيل ولكن يكشف واقع يقول لهم أنتو شون متضررين أنه إذا فتح حمار جالس على السفرة هذه إهانة لهم أصلا إذا الله سبحانه وتعالى في أعلى عليين بعضنا اللي شوي أعمالهم فيها زيادة أو نقيصة لا طاعات أكو ارتكاب معاصي ومحرمات وكذا وكذا إذا موجود إذا يودين في أعلى عليين مع الأنبياء ولأما يكون مثل هذا المثل والله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل هذا الفعل إنما الإنسان يستحق أن يكون في جوارهم إذا عمل الصالحات لا تكون من من يرجو الآخرة بغير عمل والآخرة هم أكثر درجات وأكثر تفضيلة صحيح إذا الإنسان مات صحيح العقيدة بالنتيجة إذا مات صحيح العقيدة بالنتيجة يدخل الجنة بس مو معلوم يموت صحيح العقيدة إذا واحد بعض المعاصي تسبب أن الإنسان في حال الاحتضار يكفر بالله سبحانه وتعالى ثم كان عاقبة الذين أساء السواء انكذبوا بآية الله لعله إحنا لا نشعر نشوف محتضر مات بس روحه تكفر بالله قبل موته في الحديث الشريف من مات ولم يحج عمدا طبعا انترك الحج عمدا وهو مستطيع فليموت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانية في لحظة الاحتضار يموت يهودي ونصراني إذا واحد عد هذه المرحلة بسلام يعني مات مؤمنا زيان أكو برزخ هناك في الحديث الشريف أنه الشفاعة ماكو بالبرزخ الشفاعة بالقيامة أنتو بالبرزخ لازم بأعمالكم تقضوه وفي القيامة كناس لا تنالهم الشفاعة إن من شيعتنا من لا تناله شفاعتنا إلا بعد أن يقضي في جهنم أحقابة عد كل حقبة عشرات الألوف من السنين وبعدي أنهم إذا طلعوا من نار جهنم على كل حال بتفصيل حور مقصورات في الخيام يودوا بالخيمة مو بالقصور إذا احنا نتوقع أن نكون في جوارهم عليهم الصلاة والسلام يحتاج من الأعمال الصالحة وإن شاء الله الله عز وجل يوفقنا جميعا بس التوفيق أيضا بأعمالنا وما توفيقي إلا بالله لأن الله حكيم لا يوفق اعتباطا إذا الإنسان هو إلى قابلية يوفقه الله يهدي ولكن بشرط أن الإنسان يكون محل قابل للهداية أما إذا مو محل قابل للهداية الله يتركه وشأنه إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الظالمين إذا واحد ظالم الله ما يهدي إذا فاسق الله ما يهدي الظلم شنو هو الظلم يعني ارتكاب المعاصي الفزق يعني الخروج من طاعة الله سبحانه وتعالى على كل حال الإنسان سواء في أمور دنيا أو في أمور آخرته إذا عمل حسب القوانين التكوينية والتشريعية لله سبحانه وتعالى حسب قضاء الله سبحانه وتعالى وحسب قابلية يتقدم إذا ما عمل يتأخر يأتيه قضاء الله سبحانه وتعالى وهو يتصور أنه فتشي بس تقدير من الله وإنما هو تقدير من الله ولكن بسبب عمل الإنسان نفسه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة